السلام عليكم سعيدة بلقياكم في فيديو جديد الف الف مرحبه بكم و الف مرحبه بكم على قناة سعاد ديفي اليوم ان شاء الله سنقدم لكم السيمنات معمرين بالخضر والبيض بدون اللحم كي يجي ورائعين جدا اتمنى من كل قلبي تبعوهم معي تعرفو على المقادير وطريقة التحضير بسم الله وعلى بركة الله سنحتاج 400 غرام ديال دقيق ويضع بارتو بالكاس غادي توضعو 3 دل كيسان إلا ربح غادي نوضع الملح نصف ملعقة غادي نوضع الخاميره بالنسبة للخاميره غير قريصة صغير وراء فقط باش يجينا العاجين هشيش وزوين غير راس معلقة فقط غادي نوضع معلقة مع مراش بالسكر ممكن تعوضوها بالعسل غادي نوضعو جوج معالق ديال زيت نباتية غادي نوضع جوج معالق ديال الخل بالنسبة للخل والزيت كيعطيو قرماشة كيعطيو توري كيعطيو مطاطية العاجين فدائما في العاجين اللي كيكونوا بهات الشكل ننصحكم ضيفوهم غادي يعطيوكم نتيجة زوينة بزاف بزاف غادي نجمع العاجين ديالي بالماء البارد يعني ماء منص بر مباشرة اذا كان الجو بارد 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 والما بارد بزاف فماشي مشكل دفيوه واحد شوية ماشي مشكل دافين ميكونوش غير سخونين باش العاجين ديالكم ميجيش يتقطع بالنسبة للخاميره اذا كنتو غادي تعطلو العاجين ديالكم بزاف ما تعملوهاش اذا كنتو يعني مباشرة غادي نخدمو العاجين ديالنا كما الوقت اللي غادي نعطيكم انا فوضعوا ذاك القريصة ما كتخمرش ولكن كتعطيها شاشة زوينة في العاجين غادي نجمع العاجين ديالي مزيان وانا كنضيف الماء بالنسبة للماء تقريبا يعني كأس وربع اللي جمع لي هاد العاجين يعني يقدر يجمع ليكم العاجين ديالكم كاس واحد على حسب كل مرة والنوعية ديال الطقيق غادي نضيفو الماء في الدفعة واحدة في الاول يعني بالتدريج ومن بعد غادي ندلكو العاجين ديالنا بالناشف بهات الشكل هادا بالنسبة لعاجينك يعني الماء اللي عملت لك كاس وربع كنحصلو على واحد العاجينة زوينة وما كتلسقش هادا القوام ديالعاجين ميكا ندلكوها بالناشف كتطلح عاجينة رائعة وكنقول لكم دائما وكن اكد هال المبتدئات غادي نغطي العاجينة ديالي بسلوفا ونخليها واحد المدة ديال تقريبا ربع ساعة يعني ما تخليوهاش قل من عشرة دقايق يعني ربع ساعة فما فوق او العشرة دقايق فما فوق حتى تشوفوها ارتاحت مزيان بنسبة انا من بعد ما مرجعت لها هالشكل ديالها كتصبح مطاطية كتصبح مرتاحة تحكمو فيها كيف بغيتو فقط تصير في داك الدلك بالناشف معلقات ديال الزيتو ديال الخل ايضا كيساعدو العاجين ديالنا ودك القبيصة ديال الخميرة حتى هي كتساعد العاجينة ديالنا ومن بعد ما كنغطيوها بالبلاستيك ايضا كيساعدها بزاف باش تصبح بهات الشكل كنوضح بالنسبة الاخوات ليش حال المرة جاني هاد بحال هاد النوع ديال تعاليق بانني انا كنضيف شي مكوين في العاجين حاشا اخواتي ما كنضيف تشي حاجة يعني هاد شي اللي كنعطيكم هو اللي كاين من بعد ما كورت العاجينة ديالي حصلنا على الساد الكويرات دهنتوهم بالزيت وغادي نغطيهم بالنسبة لعاجينة ما كتلساق موالو غير كنقطعها عاد كندهنها بالزيت خليتوهم واحد القدر الكافي اللي ارتاحوا لي من نصف ساعة فما فوق يعني في هاد المرحلة هادي غترتحوا العاجين ديالكم مزيان مرحلة اللولة عشر دقايق فما فوق مرحلة التانية يستحسن اكتر من نصف ساعة باش نحصلوا على واحد العاجين اللي تطلق النبسه هولة تامة وما يتقطعش وبهات الشكل هادا شوفوا العاجينة يعني عاجينة اللي رائعة جدا عاجينة ديالنا كنطلقوها بزيت نباتية بوحدتها بالنسبة لما كيبغيش لزيت نباتية وبغيستعمل زيت البلدية ماشي مشكل غادي نطلقها هكا رقيقة حتي بقيبها لي السطح العامل وغادي ناخد الحشوة اللي غادي نوضع غادي نديرو ان شاء الله البيض غادي نوضعو في الخضار يعني بعض الانواع ديال الخضار غا توضعو اللي بغيتو انا غنتقسم معاكم باش غادي نعمر غادي نعمر بالجزار اللي ما حكوك غادي تقصبر وما عد نسم قطعين تهمية فلفل اخضر والفلفل اسفر و احمر هدي هي الحشوة اللي غادي نوضع وان شاء الله غادي نوضع الجبن ديال الصندويش في الواسط ان شاء الله ديال العجن غادي نكون مرة مرة رش شوية ديال الزبدة اللي دوبتها بنسبة لزبدة زبدة مارغارين اينوع ديال الزبدة عندكم؟ يعني تورقو به او لا تستغنو غير الزيت بوحدو يورق ليكم غادي نوضع القليل من الفلفل قليل من الجازر والقليل من القصبر وما عد نس هكا في الواسط ديال العجن غادي ناخد واحد الحباء ديال البيض وبالنسبة هنا عفوا الكاميرا ما صورت ليش كنت خديت حتى التوابي وضعتهم فحت البيصل بالنسبة للتوابيل شوية ديال التحميرا شوية ديال الكامون شوية ديال الإبزار شوية ديال الملح حكا باش نتبلوا الحشوة ديالنا بالنسبة للحشوة عندكم ناختيار اما تشحروها ولا تعملوها طرية انا كنعملها طرية وضعت البيضة ديالي فوق الخضر وضعت الرشيشة ديال التوابيل غادي نوضع مربع ديال الجبن الصندويش ستعملو اي جبن دهانة العجن ديالي بالزبدة وغادي نطوي الرغيفة ديالي بهات الشكل او للمسمن ديالي بهات الشكل وكندهاني ديالي بالزيت بالنسبة للزبدة انا قط لكم غير شي شوية اذا بغيسوها كي جوكم مرقين مسيان مسيان بهات الشكل كان طويب الرغيفة ديالنا كنوضع القليل من الزبدة الزبدة ما كان كتروش وايضا حتى الزيت فقط غير كان دهنو يدينا وكان طويب هات الشكل هذا وهنا غادي نهيز بهات الشكل باش يجيوني الطبقة تقدمي يجيوني الطبقة من الفوق يجيوني من التحت وهيزوا المسمنة ديالكم بشوية وحاولوا ما تقطعوش العاجين باش البيض ما يخروش غادي نقدها مزيان وغادي نحطها بصينية اللي نفرش فيها الورق او لا تكون مدهونة بالزيت والزبدة بالنسبة فهات الاثناء غادي نشعل الفران باش ببعد من وجد المسمن ديالي يكون سخون غادي نطلق معاكم كويرة اخرى باش هكا توضح ليكم طريقة اكتر نطلق العاجينة ديالي رقيق على سطح العمل كل مرة قاقتو يكون احسن كنوضع الخضر ديالي في الواسط بالنسبة للخضر ممكن تخلطوهم يعني في الاول تخلطوهم كامل مع البيض تبقاو هكا توضعوا في الواسط كما يمكن لكم تتحكموا بالنسبة انا كنوضع هكا لانا ما بغيتش نخلط الخضر باش الوحد الوحيدة ما غاديش نبير فيها الفلفل غادي نوضع على الخضر ديالي البيض اولا بيضة واحدة غادي نرش شوية ديال التوابل اللي قتليكم ان شاء الله هالمقدر غادي يكونوا مكتوبين في الوصف اما ترشوا غايفوق الخضراء ولا في العاجين كامل وغادي نطوي بهات الشكل ولكن هنا كنت نسيت موضعتش الجبن ضروري هكا الجبن اي نوع ديال الجبن عندكم اذا ما كانش الجبن تستندوش ولا الجبن محكوب كان متوفر عندكم جبن اللي باشكير يعملوه واللي عنده الحساسية من الجبن بغا تستغنى عليه فتستغنى عليه ما كانت مشكل وكن طوي العجين ديالي بهات الشكل كانت سمنى تركزوا معي على العجين عجينة اللي زوينه بسه 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 تساعدكم في الخدمة ممكن تعملوها بجميع انواع المولحة ديالكم في المسمن في الملوي عجينة اللي متحشمكم شي من بعد ما كان طوي ضروري هكا كندير يديه في شوية ديال السبدة وشوية ديال السيد ومن بعد ما كان طوي واحد الجيهة كان قلب العجين بهات الشكل وكان طوي الجيهة الاخرى اتمنى الصورة تكون واضحة لكم كانتمنى يوضح لكم ايضا العجين بعد ما كان عمروه غادي نحطها في الصينية وغادي نستمرو ان شاء الله حتى نكملو العجينة كاملة وضروري باش ندهنو العجين ديالنا غادي نديرو البيض مع شوية ديال تحميره او للبابريكا كنخلطوهم مزيان حتى ما يبقوش يبانون حبيبت ديال التحميره غادي ندهن نمسي منها ديالي مزيان 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 معلو واجههم معلو الجناب بالنسبة اذا ما بغشوش الدهنهم ماشي مشكلة جينا كتجي محمرة يعني ماشي ضروري الدهنهم عندكم الاختيار غادي ندخلهم فران اللي مشعل من قبل كيف قتلكم تشعلوه فاش تكونو كتورقو مسي مند ديالكم فران اللي مشعل مسخن زيان ومشعل غير من التاحد غادي ندخلوا مسي مند ديالكم النار غير من الاسفل حتى يطيبو عاد تشوفو اذا كان مثلا اذا شتو حمار وباقي نقصهم طيب غادي نقصوا النار وتخليوهم اذا شتوهم طابوا وباقي لما محمرين شي معلى الوجه غادي تتحمرهم معلى الوجه وتخرجوهم هدا الشكيل ديالهم ما شاء الله كينتفخونا في الفران تمنى الشكل يكون واضح لكم شكلهم كيجوا مقرمشين من الاسفل ومعلى الوجه كينتفخونا دوزوا معايا باش نقسموهم تشوفو شكلهم هدا شكلهم بعد مما كان قسموهم البيض ديالنا كيجي طايب الجوب ديال السندويش كيجي دايب في الوسط الخضر مع الحرارة ما كتجيش باينا طريات تماما كتصهد وكتجيك تشوفو شكلهم كنتمينة تكون واضح عليكم وهدا نقسم معكم وحترية فخور شوفو كيجي كيجيو رائعين مرقين من الاسفل ومعلى الوجه والبيض طايب والجوب كيجي دايب وسايح كنتمينة من ربي الحبيب يكون واضح لكم كنتمينة ان شاء الله الاقترحة اليوم يكون الاعجاب ديالكم كنقول لكم تهلا وليفرسكم تلقى ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله استودعكم الله دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة